قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح عدة آخرون إثر قصف لقوات الأسد بالمدفعية ثقيلة على بلدة الغارية الغربية في محافظة درعة وشهدت مدن وبلدات درعة والريف اليوم قصفا مكثفا من قبل قوات الأسد بالتزامن مع إحباط الثوار لمحاولة جديدة لإقتحام مدينة شيخ مسكين بريف درعة من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية لها حيث أسفرت المعارك على أطراف المدينة عن قتل خمسة من قوات الأسد من درعة معي مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير إذن نتحدث عن تكثيف للقصف من قبل النظام اليوم على مدن وبلدات عدة بدرعة آخر التفاصيل من عندك لو سمحت بداية تفاصيل هذا القصف الكثيف حتى هذه اللحظة نعم ميسو مساء الخير النظام ما زال يصعد من عمليات قصفه الجوية والمدفعية على عدة قرى وبلدات في محافظة درعة في محاولة تدمير هذه القرى والذي تستهدف منفعية هذه النظام المدنيين في عدة قرى وبلدات مثل بلدة الغرية الغربية التي سقط ثلاثة قتلى اليوم بينهم طفل وأيضا استهداف أحياء درعة البلد بمضادات الشيلكة وقذائف الهون كما تم استهداف أيضا بلدة الشيخ مسكين بقذافة مدفعية التي تشهد اجتباكات منذ أكثر من شهر على محوريها الشرقي والشمالي في محاولة للنظام في التقدم باتجاه المدينة بحاول استعادة السلطرة على هذه المدينة أيضا الثوار تقدموا باتجاه المحور الشرقي من الشيخ مسكين من جهة قرفة حتى وصول إلى بناية الكويتي المعروفة بهذا الاسم المشرفة على قصر رستب الغزالي في تلك المنطقة بالإضافة إلى أن هذه العمليات العسكري التي يقومها النظام على محافظة درعة بكافة أشكال التي تبدأ من الريف الشمالي من المثلث الموت من دير عدس وكفر شمس وكفر ناسج إلى الريف الشرقي في محافظة درعة تشهد المدينة أوضاعا إنسانية متردية بحالات نزوح كبيرة في المناطق المتنوعة كمدينة الشيخ مسكين ومدينة نوى وبلدة التسير وأيضا بلدة الغرية الغربية التي هي بالقرب من مدينة خربة غزالة التي تقع تحت سترت النظام الذي يحاول النظام أيضا التقدم باتجاه هذه المدينة لتعزيز القاطع على الاستراد الدولي تشهد هذه المناطق حالات نزوح في فصل الشتاء إلى القرى المجاورة وربما إلى السهول وربما إلى المناطق المخيمات التي تقع على الشريط الحدودي مع الدول الجوار هناك ترد جدا بهذه الأوضاع الإنسانية بأن نقص مواد غذائية ونقص أيضا بحليب الأطفال والمواد الصحية في المشافئة المدانية نعم ما زالت قوات النظام والميليشيات الداعمة تحاول اقتحام شيخ مسكين من جديد أم أنها كانت محاولة اليوم وأحبطت من قبل الثوار النظام منذ شهر والمدعوم بميليشيات الحلس الثولي الإيراني وحزب الله لبناني يحاول التقدم باتجاه مدينة الشيخ مسكين اليوم هناك محاولة جديدة أحبطت من قبل الثوار باستهداف أيضا حاجز المحطة من قبل الثوار وتدمير عربات للنظام هناك عدة محاولات يقوم بها النظام بالتقدم تجاه المدينة سواء من الجهة الشمالية من جهة السحيلية بالإضافة إلى الجهة الشرقية من جهة بلدة قرفة أيضا هناك تصدي للثوار لهذه القوات النظام التي تحاول التقدم تجاه المدينة هذه المدينة التي تعتبر ذو أهمية استراتيجية للنظام فهي مربط وعقد الطرق لمحافظة درعاق وقريبا مركز النظام مدينة إزرع الأمنية التي تعتبر آخر معاقل النظام في الريف الشرقي من الفرقة التاسعة والفرقة الخامسة والفوج من 75 أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من درعا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني